اكد سعادة الدكتور عبداللطين بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين في ظل اللهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة وحقوق التضامن ودعم التنمية المستدامة وأشار سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان لدى إلقائه كلمة مملكة البحرين بمناسبة مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جينيف إلى مواصلة المملكة إنجازاتها بخطا ثابتة وجادة وطموحة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية وتحقيق تطلعات المواطنين في بيئة آمنة مستقرة مزدهرة ومستدامة بعد إنجازها كافة التوصيات التي قبلتها في التقرير الدوري الثالث وقال وزير الخارجية إن مملكة البحرين حززت من مكانتها كان مذج تاريخي في التعايش بين مختلف الأديان والمذاهب والأعراق منذ مئات السنين منوها بالزيارة التاريخية المثمرة لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين ومشاركته وفضيلة شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في ملتقى البحرين للحوار مؤكدا أنها دليل ناصع على تصميم مملكة البحرين على مواصلة جهودها لإعلاء قيم السلام والتفاهم بين جميع أهل الأديان والمعتقدات مضيفا أن من ثمرات هذا اللقاء الأخوي رفيع المقام الإعلان عن إنشاء جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي والتي تترجم حرص صاحب الجلالة الملك المعظم على تعزيز التآخي الإنساني والحوار بين الشعوب والثقافات بسلام وقال وزير الخارجية إن تميز مملكة البحرين بهذا النهج الأصيل هو ما لفت إليه قداسة البابا فرانسيس في كلمته في حفل استقبال جلالة الملك لقداسته مستعرضا التقدم المحرز في حماية حقوق الإنسان وممارسة المواطنين حقهم الدستوري في المشاركة الديمقراطية منوها إلى إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها السادسة هذا الشهر بنزاهة وشفافية تامة وسط إشراف قضائي كامل ورقابة الجمعية الأهلية ووسائل الإعلام وأضف وزير الخارجية أن مملكة البحرين قدمت نموذجا رائدا في التصدي لجائحة فيروس كورونا وتداعيتها من خلال خطط استباقية وإجراءات علاجية دون الحاجة لاتخاذ إجراءات استثنائية مشيرا إلى وضع ميزانية مفتوحة للحفاظ على الصحة العامة وتوفير خدمات الفحص والعلاج والتطعيم بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء وإطلاق الحكومة حزمة مالية واقتصادية لدعم الأفراد والقطاع الخاص والقطاعات الأكثر تضررا بقيمة 12 مليار دولار أمريكي وتناول وزير الخارجية جهود مملكة البحرين في تعزيز العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بموجب تشريعات وأليات غير مسبوقة على مستوى المنطقة ومن أهمها تطبيق قانون العقوبات وتدابير البديلة وتعديلاته وتفعيل آليات الانتصاف الوطنية بفعالية وحيادية وشفافية من خلال دور مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز وجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومباشرة الأمانة العامة للتظلمات إجراءات الفحص والتحقق بشأن أي شكاوى أو ادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ونوها وزير الخارجية إلى نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها في الفئة الأولى لمكافحة الانتجار بالأشخاص وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الخامس على التوالي 2022 في إنجاز هو الوحيد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتميزها في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة واستعرض وزير الخارجية الجهود الوطنية في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية منوها إلى إنجازات المرأة البحرينية في ضوء تنفيذ المجلس الأعلى للمرأة للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والتوجه نحو إقرار خطة جديدة لتعزيز الاستقرار الأسري وإدماج احتياجات المرأة في التنمية في إطار التوازن بين الجنسين وأشار إلى إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وتشكيل لجنة قضائية ومحاكم تخصصية للأطفال إلى جانب دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وسوق العمل وأكد وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بدعم حقوق التضامن مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام المملكة بالأبعاد البيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة من خلال تفاعلها الإيجابي مع مخرجات مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للتغير المناخي كوب 27 والعمل على الوصول للحياة الصفري الكربوني وأكد سعادته أن مملكة البحرين مضية بموجب الخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق خطط وبرامج ومشاريع طموحة ومتكاملة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وآرب وزير الخارجية في ختام كلمته عن تطلع وفد المملكة لإدارة حوار فاعل وبناء لإضاح ما حققته المملكة من إنجازات مهمة في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية السيد الرئيس إن مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي لحضر الصاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجهات الحكومة برئاس الصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حريصة على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والعدالة ودعم المسير الديمقراطية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة ويشرفني أن أقتبس قولا مهم لجلالته حيث قال سيظل انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحين تطير بهم البحرين إلى آفاق المستقبل إن مملكة البحرين تؤمن باهمية التضامن الدولي في إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيز حرية الدين والمعتقد كثوابت نابعة من قيمها التاريخية الدينية والحضارية ومنظومتها التشريعية والمؤسساتية المتقدمة والمتوافقة مع الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والمواثيق الحقوقية العالمية ولقد عززت مملكة البحرين من مكانتها كنموذج تاريخي في التسامح والتعايش بين مختلف الأديان والمذاهب والأعراق منذ مئات السنين كحق أصيل وراسخ من حقوق الإنسان وحرياته ومن زيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتكان إلى مملكة البحرين ومشاركته وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني إلا دليلا ناصعا على تصميم بلادي على مواصلة جهودها لإعلاء خيم السلام والتفاهم بين جميع أهل الأديان والمعتقدات وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية وإرساء قيم الخير والسلام إن من ثمرات هذا اللقاء الأخوي رفيع المقام الإعلان عن إنشاء جائزة الملك حمل الدولية للحوار والتعايش السلمي والتي تترجم حرص جلالة الملك على تعزيز التآخي الإنساني والحوار بين الشعوب والثقافات بسلام ودعم جلالته اللامحدود لتسخير الخير والتقارب بين البشر من دون تمييز من أجل رفعة الأمم والشعوب وتعكس حرص مملكة البحرين على أبراز مبادئ التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الجميع في وقت يمر فيه العالم بتحديات صعبة من خلال العديد من المبادرات المبتكرة إن تمييز مملكة البحرين بهذا النهج الأصيل هو ما لفت إليه قداسة البابا فرانسس في كلمته في حفل استقبال جلالة الملك لقداسته وأكتبس عندما قال وأكبر غنى هذا البلد يتألق في تنوع الأعراق والثقافات فيه وفي العيش معا في سلام وفي ترحاب السكان التقليدي وفيه تنوع من غير تسوية ساحقة ولا تذويب للاختلافات هذا هو كنز كل بلد متطور حقا انتهى الاقتباس إن مملكة البحرين سوف تواصل دورها كشريك فاعل في ترسيخ الأمن والسلم كحق أصيل لكافة الشعوب مؤكدين بأن التضامن الإنساني ركيزتنا الأساسية من أجل عالم أفضل تسوده قيمة المحافظة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ونبدو العداوة والكراهية الدينية والطائفية والعنصرية والعمل على تسوية النزاعات بالسبل الدبلوماسية بما يحقق الأمن والسلام الدولي العادل والشامل والمستدام ويعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر